أنا ما بقبل تتحايل على الأوامر وتستمر بالتحقيق وأنت موجود هون للتحقيق معك بمقتل عبود وأنا ما عملت لك بلاغ رسمي لأني قدرت اندفاعك سيدي أنا تعبت كثير بهالقضية أكتر ما بتتصور وما عم بقدر شيله من راسي أنا جاهز للي بتكون يا بس أرجوق ونحن فرصة القصة مو قصة فرص يا فارس نحن ملنا بسبق نحن عم نشتغل للصالح العام وهي أولويتنا كان تقريب منه كتير يمكن كان بيني وبينه في خمس متار مو خمس دقائق حتى كان سمعان نفسي وهو عم يرتكب جريم توساتسي هذا كلام خطير وأنا ما بدي طحي فيك بدي منك تفهمني كيف وصلت له التحقيقات بتل الباردي عن فضل وبعده عن رائد وصلتنا لشخص اسمه صالح سرق بيته لهي شامع النابة واختفى والحقيقة عبود كان مفتاح مهم لنعرف هذا الشخص سرق وهرب ولا نقتل قتل شكوكك هاي؟ شو بتفيد قضيتنا؟ الأفتراض الجنائي اللي اعتمدته هو إذا في علاقة بين الضحايا وبين اختفاء صالح فممكن يكون صالح وراءه الجرائم أو ممكن يكون في حدا من طرفه هو اللي عم يرتكبه المشتبه فيه اللي لأطناءه بالفترة سعيد ببساطة كان بقدر يعمل مثل مجرمنا الهارب ونحن إذا تساهلنا ممكن يطلع مئة مجرم متخبين وراقناع أنا ما بقدر إلغي قرار إعفاءك من المهمة بس بقدر أعطيك تسهيلات لتقدر تساعدنا بحلها القضية شكراً كتير سيدي أتكد تماماً أني ما رح أخذ لك بس عندي سؤال بقدر أستعين بعناصر من الفرع لحتى نوصل لعامر أخوله صالح طبعاً طرمت أمر بالقانون بس فارس مرة تاني بس دق إلا بترد علي حاضر سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر